اهلا بكم دعا الوفد الحكومي ميليشيا الحوثي للتعامل بجدية في انفاوضات الاسر التي انطلقت يوم امس بمدينة جينيف سويسرية برعاية الامامة المتحدة ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الاحمر واكدوا عضو لجنة تبادل الاسر والمختطفي الحكومية حرص الحكومة على نجاح هذه الجولة المعنية بملف الاسر خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان وكان المبعوث الامامي لليمن قال انه يأمل ان تكون الاطراف على استعداد الانخراط في مناقشات جدية وصريحة لاتفاق على اطلاق سراحي اكبر عدد من المحتجزين عبرت ايران عن املها باتخاذ قرارات بناء في الملفات الاقليمية خصوصا في اليمن بعد اعلانها الاتفاق على استئناف علاقتها مع السعودية وقال رئيس البرلمان الايراني محمد باكر ان احياء العلاقات مع السعودية خطوة مهمة في اطار استقرار المنطقة والخليج مشيرا الى ان الاتفاق نص على احترام سيادة الدول وعدم تدخل في شؤونها الداخلية من جانبها توقعت وكالة ايسن الايرانية ليكون الاتفاق الايراني السعودي في حل تنفيذه تأثير كبير على الحد من التوترات في المنطقة ما في ذلك حل ازمة اليمن عسكريا اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة المدعومة من التحالف السعود الاماراتي ومليشيا الحوثي في جبهة مديريتي الجراحي وحيس في الحديدة مصادر محلية قالت ان مواجهات تعد الاعنف منذ اشهر اندلعت بين الطرفين في اقصى جنوب مديرية الجراحي وامتدت حتى شمال شرق وشمال غرب مديرية حيس واشارت الان المعارك رافقها تحليق مكثف للطائرات المسيرة التابعة الميليشيا بالتزامن مع تبادل القصف المدفع بقذائف الهون موضحة ان اهالي قرية البليلي شمال غرب مديرية حيس اطلقوا رداء استغاثة عقب تساقط القذائف حول المنطقة من جهة اعلنت ميليشيا الحوثي مقتل 12 من مسلحها في معارك مع القوات الحكومية وذكرت وسائل اعلام تابعة لها نوشي عبي صنعاج 8-12 من مقاتل الجماعة عشرة منهم ينتحلون الروتب ضباط مشيرة الى انهم قتلوا في معارك بالجبهات دون مزيد من التفاصيل وكانت الميليشيا اعلنت في بانة منفصلة خلال شهرين يناير وفبراير الماضيين مقتل ما يزيد على 100 من مسلحها في مواجهات مع قوات الجيش صحيا حذرت منظمة اليونسف من تفاق معاناة اكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وقالت المنظمة ان سوء التغذية يحرم ملايين الاطفال في اليمن من صحتهم وامكاناتهم مشيرة الى وجود اكثر من 540 الف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد اليونسف شددت على ضرورة التحرك السريع لتقديم الرعاية الصحية والدعم اللازمين لمواجهة انتشار سوء التغذية في اوساط الاطفال يا من الله موسيقى موسيقى موسيقى